اشتركوا في القناة وايضاً بعدين بعرق إلى موضوع دور الوحدة في تحقيق المستهدفات وخاصة فيما يتعلق حتى المستهدفات المتعلقة بالقيمة المحلية المضافة السلطان هيثم من طارق حفظ الله طبعاً في البداية كان في عمل كبيرة لتحديد المحاور الأساسية واللي كان فيها أيضاً فيها مشاركة مجتمعية كبيرة إذا نستذكر الأوقات الماضية كان فيها قولة حتى حول المحافظات عشان نستمع إلى خلنا طموحات الفئات المجتمعية المختلفة المحافظات المشاركة السلطان المشاركة السلطان المشاركة المشاركة ترجمة نانسي قنقر 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 أشياء متعلقة بالجانب التخطيطي في أشياء متعلقة بالجانب التنفيذي لما نتكلم عن التخطيط كيف نحول مؤشرات الرؤية العامة إلى خطوط تنفيذية لكل قهام في الجانب التنفيذي إنه كيف نتابع القهات على سلم مثال إيش الأليات والأدوات اللي عندنا اللي تساعدنا في متابعة القهات في شق الدعم طبعا تشكيلة الوحدة فيها فرق الدعم لكل أولوية هدف كل هذا الفرق إنها تتابع تطور أولياء بين مرحلة أخرى وتعمل على شيء اسمه مواطن التركيز وطبعا تقديم الدعم بقدر الإمكان الشقة الآخر طبعا عندنا برامج اللي هي تمكينية وإسنادية البرامج تمكين الإسنانية هدفها إنها تشوف أي فجوات موجودة في المنظومة وتحاول تملي هذا الفجوة على سين المثال مضمن البرامج الأساسية اللي عندنا هي برامج تعزيز التنافسية اللي تعمل على المؤشرات إذا كان في تحدي في أي مؤشر نعمل بقدر الإمكان بدعم القهات المعنية هنا كيف تحسن المؤشر ومنها على سين المثال في الفترة الماضية كان في تحسن حتى في مؤشر الإبتكار قفزنا دقيبا بعشر بعشر مراكز هذا طبع الصورة أوضح اللي هي منظومة التخطيط فيها خمس أساسيات النظام التخطيطي النظام التنفيذي نظام تقارير التصعيد نظام التقارير الأساسية اللي منها التقارير السنوية الرؤية وأيضا تحليل المخاطر المحلية والدولية اللي فيها جزء من اشتشراف المستقبل لما نتكلم عن مظومة الدعم اللي هي فرق دعم الأولويات والبرامج اللي ذكرتها مثل برنامج تعزيز التنافسي وتحسين المؤشرات أيضا كان من المهم أيضا أن نعمل على فكرة المسرعات في بعض الملفات ضرورية لازم نعمل عنها بطريقة سريعة يحتاج لها تركيز أكبر منها على سين مثال ملفات المتعلقة بالاستثمار ملفات متعلقة بالتحول الرقمي ملفات متعلقة بالحياة الكربوني برنامج التنويع المحتوظة في مزارة الاقتصاد برنامج الوطني اللي هما استدامة أيضا في مزارة المالية برنامج النزدهر اللي هو معني بقلب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال برنامج الوطني للتشغيل لسوق العمل برنامج الحياة الصفري اللي هما تعلق بتخفيض انبعاثة الكربونية حسب الاتفاقات الدولية وأيضا برنامج التحول الرقمي هذا البرامج هي عبارة عن مسرعات تركيز القهود في محاور أساسية اللي نرتقي إنها مهمة في المرحلة القادمة خلنا نرجع لموضوع القيمة المحلية المضافة يمكن السؤال يقول لك وين القيمة المحلية المضافة في الرؤية القيمة المحلية المضافة وممكن إذا نعرق عليها إنها تكون موجودة في أولويات محددة ممكن ما مذكورة بالنفس بس مضمنة في هذه الأولويات من ضمن هذه الأوليات أوليات تنويع الاقتصاد الاستمار المالي وأيضاً أولوية القطاع الخاص وخاصة بما يتعلق بالشق بالمؤسسات الصغيرة المتوسطة القيمة المحلية المضافة موجودة هنا ومنظرتنا إنها شيء أساسي تم العمل على مختلف القهود من الاستثمارات وإلى آخر السؤال يطرح نفسه لما تجي هذا الاستثمارات هنا كيف نحول هذا الاستثمارات إلى قيمة محلية مضافة فهذا شق أساسي أريد أركز على موضوع ترابط الأولويات مرة ثانية كل أولية مترابطة بثانية مثل مذاكات القيمة المحلية المضافة مضمنة في هذه الألويات لكن في ترابط كبير مع مختلف الأولويات تنفيذ الدعم لدينا أدوات نحن نسخرها تضمن أن نحقق المستهدفات المتعلقة بمستهدفات الرؤية وأضمن ما يتعلق القيمة المحلية المضافة منها الحين كان في عمل كبير في الفترة القادمة على شيء اسمه بطاقة المؤشرات اللي هما KPI Card اللي كل جهة صار عندها بطاقة مؤشرات مستهدفات الـ 2140 دور هذه البطاقات إنها تعمل مثل التنسيق أو موائمة بين مؤشرات الرؤية وبين المؤشرات اللي تعمل عليها كل جهة وهذه من الأدوات اللي بنستخدمها في متابعة التنفيذ مختلف مستهدفات رؤية 2840 ومضمنها طبعا في مستهدفات القيمة المحلية المضافة متعلقة بعدد قهات أيضا في بطاقة المؤشرات في البرامج الوطنية في بعض البرامج الوطنية عندهم بارتباط لصيق شوي بموضوع القيمة المحلية المضافة وأيضا مثل ما ذكرت عننا فرق الدعم فرق الدعم لها دور أساسي في التركيز على بعض الأساسيات المتعلقة بالقيمة المحلية المضافة إذا ننظر للموضوع القيمة المحلية المضافة طبعا هناك تحديات موجودة ولكن هناك جهود كبيرة صائرة من مختلف القهات من بعض التحديات طبعا مع أنه من المهم أن يكون في سياسة وطنية شاملة لمنظومة القيمة المحلية المضافة في عند تزايد في الانفاق المهم من استغل هذا التزايد في الانفاق في تحويله إلى قيمة المحلية المضافة وأيضا طبعا تزايد الاستيراد السنوية للوحدات الحكومية من المختلف القهات اللهم خارج البلد فهذه أساسيات وفي عمل قائمة الحين وإن شاء الله نرى القهود في الفترة القادمة إن شاء الله إذا ننظر على التغيرات التي صارت في الفترة الماضية طبعا في عندنا قهود قائمة اللي هما لما تنظر الموضوع قيمة المحلية المضافة طبعا من البايونيريز في هذا المقال يهم قطاع النفط والغاز الهيكل اللي صارت في في الفين اثنين وعشرين لمجرس المناقصات والأمل العام لمجرس المناقصات طبعا لها دور كبير في تفعيل موضوع قيمة المحلية المضافة وأيضا طبعا تأكيد قلالته لأهمية القيمة المحلية المضافة في هذا العام أيضا من الأساسيات اللي تدعم التحرك في هذا المقال هذا كل اللي عندي وشكرا جزيلا وعذرا لإطالة اشتركوا في القناة